شهدت مملكة البحرين في الأونة الأخيرة توجها سريعا نحو استخدام الأتمتة لتحقيق التحول الرقمي على مستوى المؤسسات وذلك لرفع كفاءة تقديم الخدمات تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه لسرعة التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة الإلكترونية في القطاعين الحكومي والخاص في الوقت الذي يتسارع فيه القطاعان الحكومي والخاص للتحول الرقمي وأتمتة مختلف المعاملات والأنشطة في كافة القطاعات بما يحافظ على زخم الأعمال والحفاظ على الدورة الصحية للعجلة الاقتصادية شهدت مملكة البحرين مؤخرا برعاية سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات انطلاق أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات 2020 والذي أقيم على مدى يومين عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد تحت شعار التميز في الرقمنا والذي أكد فيه سعادة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات أن أتمتة عمليات المناقصات بالمجلس ساهمت في تحسين وتيسير إنجاز الأعمال بين الموردين والمقاولين والجهات الحكومية وشدد على أهمية التحول الرقمي في قطاع المشتريات في المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة وجعلها أحدى أبرز الوجهات المستغطبة للأعمال في المنطقة كما أكد سعادته على الطفرة النوعية التي يشهدها المجلس في إنجاز جميع مراحل المناقصة إلكترونيا والتي ستكون باكورة التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة الإلكترونية وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الانتاجية ندعو في ذات السياق المؤسسات الاستثمارية الحكومية والخاصة بتوجيه رؤوس أموالها إلى المجالات التنموية ذات القيمة المضافة والتي أثبتت الأزمة الصحية أهمية وجدوى تطويرها كمجال التحول الرقمي كما وعقد على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات حفل افتراضي لمنح الجوائز في صناعة المشتريات حيث تم منح عشر جوائز في قطاع المشتريات كما أعلن عن فوز ثلاث جهات حكومية وهي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس التنمية الاقتصادية وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات نجاح هذا المؤتمر دليل على أن مملكة البحرين استطاعت أن تتكيف مع جميع المتغيرات التي حصلت في العالم مؤخرا وأن مواكبة التطورات التكنولوجية واستخدامها في كافة غطاعات الدولة هي أولوية قصوى في نهج قيادتنا الحكيمة اشتركوا في القناة